السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب دلوقتي هنلمي النيرفوس سيستم في الهستولوجي ولمه معي وهنأكد على الحاجات اللي هتجي في الامتحان فإن شاء الله الفيديو هيبقى كويس جدا بإذن الله طبعا أغلب الحاجات احنا الحمد لله خدناها في الأناتومي في الدنيا الحد لماها تبقى نطيفة أولا النيرفوس سيستم اكتو ديرمال انوريش وطلع طبعا كلكم عارفين من نيورال تيوب والنيورال كريست تشريحيا بتقسم لسنترال وبريفرال ده كلام ما انضيعش فيه سنترال برين وسباينال كورد طبعا بريفرال أعصاب وجانجليا ونيرف اندنج وانتوا فاكينين نيرف اندنج عطار في ده ريسيبتور وعطار في التاني افكتور أورجان تمام بعد كده نيرف السيستم بيتكون من كالعادة عشان نعمل عمل متكامل والكمال للا واحده لازم نجيب اللي هيشتغل ونجيب اللي هينظم الشغل الخلايا العصبية اللي بتنقل إشارات عصبية اسمها نيرف سيل أو نيورون اسمها نيرف سيل أور نيورون طبعا الجسم فيه حوالي 100 مليون نيورون فيه بقى خلايا اسمها نيورو جلايا سيل أو جلايا سيل أو نيورو جلايا دي كونكتف تشو بتاع البرين يعني ايه؟ يعني خلايا ما بتنقلش إشارات عصبية لأ دي بتنظم شغل النيرف سيل يعني تديها نيترشن بروتيكشن تدفع عنها تقول عليها خلايا عصبية مش بتنقل إشارات عصبية بيعتبروها الكوننكتف تشوف زابري تمام كده يا شبابنا يبقى فيه نيورون وفيه نيورو جلايل سيل اللي هناخدهم بالتفصيل دلوقتي نتكلم عن النيورون ما هو وظيفة النيورون يا عم الخلال العصبية يا سيدي والله دي ريسبشن ممكن تكون حسية ترانسميشن تنقل تريجرين تعمل الوظيفة معانية زي مثلا بتاع الشام بتاع السامع وحكا زي كلام عبيد طبع مما تتكون سيل بادي سيل بادي سيل بادي اسمه سوما او سعب بيسموه بريكاريون اسمه سوما او بريكاريون او يا شبابنا والاكسون والدندريتس اهي دندريتس اللي بتجيب الاشارة للسيل بادي او البريكاريون سيل بادي يوديها الاكسون طبعا الاكسون قد يكون ميلينيتد او ام ميلينيتد لو ميلينيتد الحكت اللي مفهاش ميلين شيس اسمها ايه قدامك رسمة مهمة جدا وبيبقى عند الاوتر شيس بتاع الميرين شيس ده حاجة اسمها الشوان سيل اللي بيحصل منها تجدد ما الفرق بين السيل بادي بتاعة الخلالة العصبية والخلالة العادية ان دي ما فيهاش سنتريول بس فيها نيسل جرانيول اسمع اللي انا بقوله كده ما فيهاش سنتريول فانا بتنقسمش بس فيها نيسل جرانيول اللي منقطة دي عشان التغذية طبعا هيسألك سؤال برضو متحان مهمة قوي هيقول لك السيل بادي مليان نيسل جرانيول ما عدا مدخل الاكسون فاضية هو عشان الاكسون نفسه ما فيهاش نيسل جرانيول مدخل الاكسون اسمه اكسون هلوك اسمه اكسون هلوك هيقول لك نيسل جرانيول اكسبت تقول له اكسون هو اللوك اللي هو مدخل الاكسون والاكسون نفسه ما فيهاش يبقى الاكسون بمدخله كده يا كده اسمه يا شبابنا اكسون هلوك لكن الدندريتس فيها عادي دندريتس فيها نيسل جرانيول عادي خلاص تعبقى ما نقول المكتوب في الكتاب أنا ايه بزبطه لك according to number of processes تقسيمة مهمة ولطيفة ايه لو الخلية دائرية يا شبابنا استانوا كده نشوف لو هي مرسومة اهي لو دائرية بالمنظر انت شايفين اسمها pseudo-unibuller كأنه كلهم بروسس واحد طب ما اسحط الطرفيني بقى اسمها bi-buller طب كزا بازبوز يسموها multi-buller multi-buller bi-reform or burkinji اللي عاملة شبه الرقاصة الشمعدان دي اللي كان بتلبس بتاعه على راسها كده و بتاعه الجودة وده باير أنا بطبعا بقول كده عشان تفتكري البايرامي دا الانشي او دي اسمها polygonal طيب كل واحدة موجودة فين pseudo-unibuller pseudo-unibuller في الجانجليا اللي ملاي حد ما تخليها الجانجليا السنسل اللي مش بتلم اشاراته ولا بتوزع ولا الكلام ده كله واللي فيها بروسسس كتير قوي دي polygonal في السنباسات الجانجليا اللي عملها تلم وتبعد تلم وتبعد يبقى السوديوني بولر في الكرينيو سباينل او سنسولي جانجليا دي polygonal في السنباسات الجانجليا الباي بولر في الحاجات اللي فيه منها اتنين العنين والمنخرين العنين والمنخرين يبقى عند الشبكية المنخرين عند المناخير والرقاصة الشمعدان في السيربيلا معشان الاتزان افتكروها كده بقى في الامتحان هلله يا حلوة هتفتكرو رقاصة الشمعدان ما تنسوش بقى انها اسمها بركنجة او بايريفورم موجودة ايه في السيربيلا معشان الاتزان افتكروها كده خلاص عشان الامثلة دي يا جماعة في منتهى الاهمية احنا كده قلناه اسمها بركنجة او بايريفورم فين في السيربيلا فاحنا مشابينها برقاصة الشمعدان في السيربيلا معشان الاتزان اللي فيه منها اتنين باي بولر يبقى في اللي منه اتنين في العنين والمنخرين والو اتنين كمان على فكرة ايه بايرامي دا البقى تبقى في البيرامي دا السيستم في القشرية المخية اللي انا حكيت لك عنه في الاناتوي اسمه في القشرية المخية مرة اخيرة هو يبقى دي في مين اللي ما فيهش بروس سيسز اللي ما بتلمش الجانجليا المناعمة عشان هنحتاج الكلام ده قدام طيب واللي فيها كتير قوي يتبقى سنباسات الجانجليا واللي فيه منها اتنين الحاجات 갈ل فيه منها اتنين عينمonde خير يتنا وقلي فاكتور بايرامادل اللي هتنساها في القشرية المخية والرقصة الشامع ده اللي اسمها في السريبيلا معشان اللي اتزال. طيب. طبعا مش حريقة بقى سنسوري وموتور. واللي ما بينهم اسمها يعني اللي بدقة من عند الريسيبتور اسمها سنسوري. واللي طلع من السينيس رايحة اسمها موتور. طب اللي في النص اللي هي بدقة ولا منتهية. يعني في واحدة بتبقى بدقة الطريق واحدة منتهية. اللي في النص اسمها خلاص. كلام عبيد خالص يا شبابنا. نحكي بقى اللي انا قريدي حكيت. خلاص? ده الجزء اللي كان طالع منه الدندريتس. وبعد كده مدي على الاكسون. اللي هو جسم الخلية. خلاص? الكلام اللي مهم في الامتحال بريكاريوم بيبقى بس في الجري مطر. خلاص? السينيس بيبقى في الجري مطر. بيبقى في الجانجليا في البيئي الناس. بركز في الكلام ده عشان كلام ده مهم. طيب. البادي بتبقى فارابول ان سايز. فخلاص بتتراوح تقريبا بتتكلف مية وخمسين مايكرو. وطبعا شكلها ايه? خلاص بقى احنا قلنا الاشكال قبل كده. ماشي? يعني بعضها كبير وبعضها صغير بيقول لك اوه. في بايراميدال في الاشراء المخية بتبقى كبيرة شوية. في اصغر شوية اربعة لخمسة مايكرون. هكذا. ده البركنجي اللي هي رقاصة الشامعة ده. طب الشكل خلاص احنا قلنا ايه? طب بتاعها بتبقى الكلام عبيد برضو مش عايز اقراه. انا بقى اللي يهم من نيوكليوس سينجل وسفريكا لو شفت الرسم. ولارج وسينترول. اللي بيسموها كمان انها بتبقى فيها نيوكليوس وطحة قوي. ويوكرو ماتين من الميداناتور. ده اسمها اوبن فيس نيوكليوس. اسمها اوبن فيس نيوكليوس. السايتوبلازم بقى اللي مهم ما فيهوش سينتريول. ده سؤال امتحان بس فيه نيسل جرانيول. النيسل جرانيول اللي هيها كانت منقاطها. بيزوفيلك ماشي ما كل حاجة بيزوفيلك لغاية منقول. بيبقى فيها ر اي ار كتير قوي. متوازين لبعض. وفيها ريبوسومس. دي بتبقى فيها بروتين. اللي يهمني بقى. موجودة في كل حتة في البركاريون مع عدى ايه يا شبابنا? الاكسون هيلوك. معدى الاكسون هيلوك. طبعا لو حصل لك انجري في الخلالة العصبية بتتدخدخ في اسموها كروماتولايسس. ليسس يعني يتدخدخ. فيها جولوشي اه فيها كلوشي. خلاص? فيها ميتوكوندرا. الكلام ده مشروح بقى خلاص قبل كده في اول شابتر خالص. فكلام عبيد مش لازم اقرية. فيها ميتوكوندرا فيها لاي الصمقة. فيها مايكرو تيبيولز زي الفل. مش عايز الكلام للجنبوم ده يا جباعة قبر دماغك يعني. انت عارفه من قدام اصل. نيورو فيلمنت. نيورو فيلمنت. كانت مذكورة برضو في الايبسيلي. مفيش سنتروسوم ولا سنتريول. اهي دي بقى اللي انا سألك عليها. طيب سيل انكولوجن زي اي سيل انكولوجن في الدنيا ستورد فود. يا بيجمنت. البيجمنت بقى بيقولك ايه بقى? بتبقى في ال اولد ميرفز? بيبقى في ميلانين بيجمنت في بعض الاماكن زي حتة اسمها سبستين شانيجرا. سبستين شانيجرا دي يا جماعة بتبقى تحت منطقة البزل الجنجلي. بس المهم يا. اسمها سبستين شانيجرا وخلاص. الوظيفة بتاع سيل انكولوجن ايه? برضو كلام هايف مش عايزيه. شفتوا الدنيا سهلة ازاي ولطيفة? بتاعي الدندريتس. الدندريتس بتبقى مالتبول وشورت. بتبقى برانشات وطالعها بالصوابع. بتتفرع الفروع اصغر شوية. كل ده كلام عبيد. البرانشات بتاعتها بتبقى بروفيوس كتير قوي. بتبقى يعني مدببة. وبتبقى في اكيوت انجل زاوية حد. طبعا كلام برضو لطيف جدا يعني عبيد خالص. ما فيهاش جولوجي. بص بقى كده. سؤال بادي ما فيهاش اهيابني سنتريول. الدندريتس ما فيهاش اهيابني جولوجي. ده سؤال امتحان بيعد مما بين السطورة هنا قلته. خلاص? طبعا بتزيد قوي لما تكون حسية عشان تشد الاشارات ويسموها سنتريبيتل. سنتريبيتل يعني بتجمع واتدخلهم للسيل بادي. لكن بعد كده اللي بياخد من السيل بادي اللي هو الاكسون ويوزع باسمها سنتريفيوجل. دي سؤال امتحان. لما يقول لك عليها سنتريبيتل يعني بتجمعهم للنص. بتجمعهم للسيل بادي يعني. اسمها سنتريبيتل يا شباب. تمام? اللي باعد كده بقى الاكسون. كده امساه له. الاكسون بادئ من البريكاريوم من حتة كونيكا اللي اسمها اكسون هيلوك اللي ما فيهاش نسي الجرانيل وقلنا الكلام ده. بيبقى دايما اكسون واحد ولونجو سيلندر. بيبقى دازنت برانش ما عدا في نهايته خالص برانشات تحت خالص. تمام? طبعا لو ادى برانشات بتبقى رايت انجل. مش زي فوق كانت اكيوت انجل. البلازمة من بتاعه بيسموها اكسوليمة والسيتبلازمة اسمه اكسوبلازم. بليان اسي ار كتير. ما فيهوش ار اي ار. يلا هيا جمع. ما فيهوش ار اي ار ولا ريبوسوم ولا نيس الجرانيور. ولا جولوجي ابريكس. ركز بقى في الكلام ده هو. الرجل ده ما فيهوش حاجة كتير قوي. وسموه سنتريفيوجل. يبقى دلوقتي الديندرايتس ما فيهاش جولوجي بس. لكن الاكسول ما فيهوش كل ده. طب السيل بادي ما فيهوش سنتريول. وتحط. نيرف فايبر بقى يا سي. اولا النيرف عبارة عن مجبوعة اكسونات. بيبقوا اكتوديرمال ان اورجن. بيبقى لهم اتنين شيز. نيوروليمال شيز ومايلين شيز. النيوروليمال شيز ده اللي بيبقى تحته الشوانسل. اللي بيبقى تحته الشوانسل. اللي مسؤولة عن التجدد. اهو فورميشن اوف ميلين شيز هو اللي بيقصان على الميلين شيز. ومهم في الريجنريشن عشان الشوانسل. ويعمل فاجوس لأي بقايا متبقى ايه. كيف تبكلام يا شبابنا? طيب الميلين شيز انت عارف ان هو عازل وبينقل اشارات بسرعة. ببقى انترابتت في بعض الاماكل. الاماكل انترابتت اسمها نود اوفران في ايه. مين اللي صنعه اصلا? الاوتر نيروليمال شيز اللي فوقه ده. وظيفته ايه يا عامي بيسرع الاشارة ووفر في الوقت والجهد. ويعمل كعازل. اظنوا كل الكلام ده عبيد قوي يا شبابنا ان شاء الله. طيب. مجموعة من النيرفز بقى. لما يبقوا مع بعض. نعمل ايه بقى في القصة دي? نقول عليها ايه? يقول لك هيبقى فيه او هيعمله عصبي يعني طريقة عصبي زي العصب الحسي او العصب الحم. على حسب نوع الفايبر في على حسب الشيز بتاحهم اللي بيبقو في الجري مطار. مايلناتد بيبقو في الوايت مطار الفتكرة. مايلناتد ويت. مايلناتد ويت. طب وايه توب مايلنيتد وفيهم نيروليمة كمان يعني فيهم غشاء كمان براهم طب نيلناتد بس فيهم الغشاء الجزء ده مهم قوي. مفيش لي لي يليل شيز ولا غشاء اللي براه اللي فيه شوانسل يبقى ده في الجري مطر سينس. طب فيه مائلين بس يبقى وايت مطر. في الاتنين بي ان اس. طب في الشيس بس اللي هو نيروليما الشيس يبقى البصت جانجليونكس يمباساتك. يا مام يا شبابنا? طيب. في البي ان اس. طبعا كلام كان في الفلسوري جه سهله يبقى عندها شوانسل من بر وفيها اللي بيصنع مائلين شيس. باجزاء اللي ما فاش مائلين شيس اسمها نودز اوف رام في ايه? اه يا شباب. ده سؤال متحقين. وما تقراش باية الكلية. تمام? طيب. ما بين اتنين نودز بيسموها انتر نودل سيجمنت. انتر نودل سيجمنت. بيبقى محوطها وان شوانسل. مائلين شيس بيبقى فيه كمان. حتة كده فاضية بيسموها شمدد تانتر مان بارت. دي بتمثل السايتو بلازمة بتاع الشوانسل. بتمثل السايتو بلازمة بتاع الشوانسل. الكليفتس دي بتساعد على ان النيترشان تنتقل من هنا لهنا. من الشوانسل للمائلين شيس. من الشوانسل للمائلين شيس. ما شمدد لانترمان. تمام يا شبابنا? السابغات هنا مهمة بقى. المائلين شيس بيتسبغ بـ تمام? يبقى في التالي هو اسيدوفيليك. احفظ الكلام دي. اسيدوفيليك. في حتة ما بتتسبغش من المائلين شيس. عشان نشوفها بنشوفها بالاوزميك اسيد. فاكنون في العمل يكتب واريك وبيضة مشقوقك وتقول لك نيرف ترانك اسيد. بتدي بلاك. يعني الحتة اللي ما بتتسبغش من المائلين شيس بتتسبغ بالاوزميك اسيد بلاك. يا مام يا شبابنا? الدنيا بتنجز بسرعة هو يا رب دي كل موضوع بينجزكو يعني. في السين يسا طبعا كلام سهل خالص. بيبقى فيها بروستيسس اقل شوية بيسموها هنيعرفهم حالا. هنيعرفهم حالا ما تستعجلش. خلاص. فمش هقول عنهم حاجة دلوقتي. احنا هنقولهم قدين. النيرف ترانك. ده كلام سهل وتقال مرتين تلاتة. شايف? ما بناخد عينة. هنلاقي تلات قطع من النيرف اسمهم اندو نيورية. دول التلاتة جماعة اسمهم اندو نيورية. كل واحدة متحوطة ببيري نيورية. كلهم متحوطين من بره بابي نيورية. فيما اقول لك في الامتحان. كل حزمة يبقى بيري. قال لك او كله يعني يبقى اسمها ايبي. طبعا ايبي نيورية وبيري نيورية. خلاص كده? دي مهمة. ده بالجانجليا. وانت عارف منها كرينيو سباينل او اوتونومك. طبعا الكرينيو لسه ما لحقتوش تنسوها اللي كان معدي منها بعض الاعصاب المخيلة وفاكرين. خمسة وسبعة وتسعة والكلام ده. وثمانية وتسعة. سباينل دور زروج جانجليا. تنومك اللي معدي منها السمبساتك. سعب يسموها انتراميورال جانجليا. انتراميورال ده ده في البارا. ليه? عشان البارا كان تربنال. على جوة فيسموها انتراميورال ده بتاع البارا. انتراميورال بتاعة البارا. اهو بقولك بتبقى على جانجليا مش مشوتي بقولك على الفسرة اهو على الاحشاء. خلاص? التفاصيل اللي تحت دي حاورها لك حلم بقى من الجدول. بصوا بقى كده الجدول ده. قارن بين كرينيوس باينل وسيمباسات الجانجلة. كلمة واحدة هلحطها في دماغك المقارنة خلصة. مين المتدلعة? الكرينيوس باينل السنسر. دي مش بتاعة ولا بتلم اشاراته ولا وجعة دمخة. ومحمية بقى انها دخلها عصاب ريحة للكبار. عشان كده بصوا اللعبة بقى. مين فيها كابسول اقوى? المتدلعة. كرينيوس باينل. مين ما فيهاش بروزات كتير وما بتلمش. ما همش شغلها دمخة. متدلعة. الصيز بتاعها ضخمة. متبقى ضخمة. وعدادها مش كبير. متدلعة. مش هتبقى متحوطة. عدادها قليلة اهو. مش هيبقى معاها هيبقى معاها سترايت سل كتير قوي. ما هي متدلعة. العصب بتاعها ما هي متدلعة. مش محتاجها ترتبط بحد تاني وتعمل هي اصلا ما بتلمش اشاراته ولا بتعمل وجع دماغ. وهناك العكس. بصوا عشان تفهمها. السنباساتيك اللي بتجري على اكل عشي. بيبقى الكابسول رفاية. الخلاية ملتيبولر بوليجونال كمان يعني. عمالها بتلمي من كل حتة. بيبقى عددها كتير بس حجمها صغير غالبانة. البيزا البادية والبريكاريوم بتاعها بيبقى سترشيبد. وبيبقى في بيل نيوكلس غالبانة خالص هي. القرنج بتاعتها بتبقى مترميها في كل حتة تجري على اكل عشي. بتبقى عددها كتير جدا زي ما قولنا وحجمها صغير. بتتحوط بسطلات سل قليلة قوي. صغيرت سل لي صبورت في سل يا شباب. ما شوفه ما فيش حد بيسان دي. بيبقى العصب بتاعتها مش ميلينيت. بيبقى فيه صينافس وعمالها تجمعها مع اخوتها عشان ايه? تحاول تلمي لشارع عدد ما تقدر. يا كلمة واحدة تلمي لك الدنيا. المتدلعة كريلوس باينت. عددها قليل. حجمها كبير. بتبقى عدد في جروبز. بتبقى سوديو يوني بولر ما بتلمش ولا توجه على دمخ. عندها كابسول وسبورت في سلة محصة لايت سلة كتير. واكس هناك. طيب. صينافس مكان التقاء خليتين وعصابيتين انا عارف كلم دا كواس. هي على حسب مكان الكونتك. قد يكون اكسو دندريتك او اكسو سوماتيك او اكسو اكسو اكسونيك. از اكسو دندريتك الاكسون بيدي الدندريتس بتاع الخليلة تحت. ده براح اكسون لاكسون كده تبقى الموضوع اسرع. اكسو اكسونيك. ان اكسو اكسونيك ده رير جدا. ده ما اكسو سوماتيك وسط. اكسو اكسونيك دايما معناها ان الاشارة طلقة. طبعا ده حاجة رير جدا. بتحصل في بعض الحيانات بس. اهو شفته. ده اكسون. ده ده دندريتس. بص يا شبابنا. ده الدندريتس. جابت للخلية. ولك بقى مين مرتبط بمين. ده اكسو دندريتك. اهو. الاكسون مدي على الدندريتس. هنا الاكسون بتاعي. اهو. مدي على الخلية العصابية ذات نفسها الباضي على طول اكسو سوماتيك. ده اسمه اكسو اكسونيك. دي ليه لا بقى? بس مش موجودة في الانسان يا. طب على حسب المودة في ترانسميشن كيميكال ساينبس وإلكتريكال ساينبس. الكيميكال ساينبس اللي احنا اشرح نفس ساينبساتيك. الياق شراتيجي ومنفرقة حوى صلات نقل كيميائي ومطلع نقل كيميائي ونقل كيميائي بعد كين الاشارة والكلام دي. فطبعا لازم يكون فيه اند بالب يعني انتفاخات عاملة شبه الصوابع لو فاكرينها عوريه لكو حائلا. ماليانة ميتو كوندريا وكيميكال ميديتورز اللي هو اسطيل كولين يعني. اهو. بقول لك هو ببقى في اسطيل كولين او كاتيكولماينز على حسب يا سينبساتيك ولا بار? سعب بي سماها ساينبتك كليفت. فاكرين? ساينبتك كليفت. استنى بقى عشان ايه? اهو. ده المتوجع دي ماريه اهو. اهي عاملة شبه الصوابع اهي. ماليانة ميتو كوندريا ونقل كيميائي وانه حتاني هيبقى فيه الريسيبتوف. الشراتيجي. تفرق على الميتو كوندريا والكالسوم يفرق على واضحة. سهلة خالص. كده الكلام كله اللي فوق اهي. الاليكتر كالساينبس مش مشروعة في الانسان. ان الاشارة تيجي تقوم مع ديها مباشرة. من غير نقل كيميائي. خلاص? بتعدي من جاب جانجشن. اللي بيسمح بنقل النبضة العصبية. تمام يا شبابنا? دعي. بالوقت نتكلم عن النيوروجلايا. ما هي النيوروجلايا? الخلايا السابورتف. الخلايا السابورتف اللي متنعاش اشارة عصبية. وبيحبوها اوش الانيومريت يا جماعة. استروسايت مايكرو جلايا وليجو دندرايا وايبندمال سيل. استروسايت مايكرو جلايا وليجو دندرايا وايبندمال سيل. استروسايت الخلايا النجمية. جي بتبقى نوعين. فيبرس قوية. وبروتوبلازمك مليانة. سيتوبلازم كتير. وليجو دندرايا يعني طالع منها دندرايتس. هتبقى قوات حتشوفه الرسمة مايكرو دي صغيرة قوي بس اتحير وابندمل سيل اسمهم استروسايد مايكرو جلايا وليجو دندريا وابندمل سيل دول النيورو جلايا في السينس في البيئي الناس بيبقى عند شوان سيل ساتلايت سيل اللي قلنا انها كتفل مدلعة كتير ومولرز سيل في الشبكين بصر شبابنا دي فيبرس استروسايد دي بروتو بلازميك استروسايد شايف المنظر فارق ما بينهم بيتحس نايك انها جزور كده شجرة نشفة تمام قليجو دندريا هي طلع تلاتة دندريتس بس قليلين قليجو يعني قليجو الفاكرين قليجو هيدرامانسو بتاع ولا بلاش عشان ما اجرحش مشاعرك مايكرو جلايا سغنطوطة خالص هي سغنطوطة قوي كلمة عن كل واحدة بقى كلمتين كده خفاف بس احنا بنخلص اهو اولا استروسايد اكتو ديرمل البيازة العصر كل اكتو ديرمل اللي عام ستار شيب عندها تبقى موجودة عند البلات كمان كل خلية كونتين بيزوفيلك عارفين ما توجعش دماغي بل انا لايسوسوم بس هسمي لايسوسوم عشان هي اسمها جلالسل بقى سميه جلالسوم خلاص طيب انا بص لها بصة كمان معلش اهي بص كده شايف المنزر ده بقى وصفه بدنا سهلة معك خارص طيب الفايبراس بقى استروسايد الفايبراس في الوايت الفايبراس في الوايت البروتوبلازميك في الجري الفايبراس في الوايت بروتوبلازميك في الجري طبع الفايبراس تموها كده عشان long thin smooth processes وفيها كلاجين كتير bundles كتير انما دي تمقى مليانة وتبقى short branched ومليانة جلالسل ليه جلالسوم عشان كيسمها بروتوبلازميك فيها سوايد ايه وظيفتها structural support repair وformate وscartish ولو اي حاجة تدمرت في cns يعني بتعمل وتساهم في blood brain barrier الحاجز اللي ما بين الجسم والمخ عشان مش اي حاجة تطلع المخ فاسمه blood brain barrier neutrative function neutrative function طيب oligo dendroia اسمها oligo ectodermal smaller than astrocyte بتبقى في الوايت الجريه الاتنين بقولنا الفايبراس في الوايت البروتوبلازميك في الجري الاليجو في الاتنين short process عشان كده سموها oligo dendroia خلاص بتبقى حوالين الاكسونز في السينس كل خليها central كالعادة single central oval small nucleus سيتوبلازم سكنتي بيبقى قليل جدا هي صغيرة اصلا بيبقى علىها syndrome يعني حتة صغيرة قوي تمام بتبقى فيها mitochondrial ribosome gology كلام صحي function بتاعتها بتساعد في تصنيع myelin cheese subvertive generative micro irda بقى irda دي mesodermal micro mesodermal micro mesodermal micro mesodermal بتيجي من البلد monocyte تبقى دي macrophage كمان بقى على طور شفتوا الكلام اللغة دي small elongated branched processes بتبقى كل واحدة single central oval dense nucleus بيزوفيلكة العادة فيها lysosomes كتير فيها lysosomes كتير ووظفتها فاجوسيتك عشان كده قلتنا طالع من البلد monocyte المونocyte اللي بتعمل macrophage زي المايكرو glial اللي كانت mesodermal كمية اما هي بلا حدود بتنساهش بقى طبعا بتساعد فيه الالتهاب زي اخوتها كلهم اكتودرمل معادة المايكرو كميزودرمل وبتتصنع من المونوسايت تبقى جوسيتك خلاص دي simple columnar epicylium زي في الكرويد بليكسوس اللي في الكرويد بليكسوس دي يا شبابنا موجودة في التجاويف اللي في المخ العقدة دي هي اللي بتفرز cxf العقدة دي اللي بتفرز cxf عشان كده وظفتها تصنيع cxf يا رب